السلام عليكم نتمنى تكونوا على خير و بخير سوف نحضر معكم الكوكا رائعة سوف ننجح لكم من الأول مرة خاصة المبتدئات نسك الكوكا و قسمنا على جوش حمرناه في الفرن 10 دقائق جوش بيضات كبار إذا كانت صغر لامس وسطين ثلاثة مع جوش ساشي خمرة الحلوات 8 جرام كل واحدة كاس مع مرش ساندة جوش مع الكبار و قشور حامضة كما تشوفو هنا ملدة كوكا وضفناه لشوية الملحة نضيفو عليه البيض قشور حامضة و ساندة و ساندة سوف نخلط المكوينات كما تشوفو كما تشوفو البنات هنا ما غديش نحتاجو قهوية ما غديش نحتاجو نهائية الكاكاو لأنه من اللي حمرنا نص دي الكاوكاو هو اللي أعطانا هاداك اللون القهوي يعني ما غديش نحتاج نهائيا أنا ننضيف اللون أو الكاكاو من البعض بجيني قهوية اللون طبيعي كافي كما تشوفو من الدائرة كبيرة يعني جاتني مع الكام سوف نخلط المكوينات مزيان و نقطوها بكيس بلاستيكي و نخليوها ترتاح ربعة ساعات كل ما ارتحت كل ما احسن سوف كما تشوفو هنا خلط المكوينات نضفنا الخمارات البنات واحد ملاحظة اقضى الكاوكاو انشف ليكم مع البيض والجو كما تشوفو هنا خلط المكونات إلا لقيتوها ناشفة سوف نضيف البيضة بيضة واحدة ما لقيتوها شناشفة لقيتوها هي هديك التعلك سافي مزيان سافي كيفما تشوفو نقيتها مزيان هنا عندي شوية المزهر عندي سكر غلاسي الممتاز و عندي اللوز سافي نضيف الكويرات و قامت بسكر غلاسي سوف نضيف البيض مع المزهر سوف تستخدمه و لما هم يستخدمه كما تستخدمه سوف نضيف المزهر إذا لم تكن منزيف المزهر سوف تستخدمه و قمت بها سوف نضيف جميع المزهر كما تشاهدون كان لهم جيدا في سكر قلعصي و نضيف نضيف جزوين البنات ونجح لكم الأول مرة نكمل على هذه الطريقة نضيف أبدا نضيف اضيف نضيف مصر و نضيف تضيف نضيف نضيف تجد نضيف نضيف غير تهرس ليكم. سافي كما كتشوفوكم منا اللاطات اللي حلوة دينا. دابا من بعد ما طابت. كتجي عليها للشكل. شفتوها كيف تشقعت كتجي رائعة. بنسبة الفرنة اللي بنات كتحطوها. ندخلوها لتحت. حتى كتشقلنا مزيان عاد كنطلعوها الفوق. وبالنسبة الفرن خاس يكون سخون مزيان. باش ما اللي كندخلوها دغاية كتشقلنا. وعلى درجات مية وثمانين. إلي كالفرن دي القاز. ارا كتديروها هيكون ما مجهد ما ناقص كيكون بينو بين. كيف ما كتشوفوها هي كتجي غزالة من الداخل وكتجي فيها للمعلكة. غتعجبكم بزاف البنات لإنها صراحة سهلة ومكوناتها مشيش حاجة. آآ بساط. وبصحة راحا. نتمنى الفيديو هنا لإعجابكم. وشكرا على المتابعة.